قولي المسألة بتاعتك يا عمر كانت 4 على 5 واقس النص كويس عملت ايه بقى؟ الاول جبت المقامات وحدت المقامات؟ اه اه ايه المضاعف المشترك الاصغر ليهم؟ المضاعف المشترك الاصغر كان العشرة طيب وريني بقى عملت ايه علشان تجيب مقامات مكافأة للكسور اللي عندك ويكون المقام بتاعها عشرة الاول جبت ال4 على الخمسة ونزلت تحت على العشرة جابت معايا 8 على العشرة اه يعني الكسر المكافأ لل4 على الخمسة ومقامه عشرة هو 8 على العشرة ايه طيب دي اول واحد طيب والكسر التاني اللي هو نص النص نزلت من على النص ايوا وعلى العشرة كويس جابت 5 على العشرة اه ورينا بقى جاوبت ازاي في الورقة بعد كده قولي بقى عملت ايه بقى؟ كتبت الاول 4 على الخمسة ايوا ساوي 8 على العشرة كويس بعدها النص ايوا ساوي 5 على العشرة ماشي بعدها طرحت 8 على العشرة نقص 5 على العشرة بتساوي 3 على العشرة بتساوي 3 على العشرة يعني انت طرحت البسط وحطيت المقام زي ما هو ايوا طب وال3 على العشرة دي في ابسط صورة ايوا يعني هنسيبه زي ما هو والاجابة بتاعتك فعلا صحيحة برافو عليك يا عمر مبسوط منك تعال نروح لقاروة بقى ونشوفها توافق على اجابتك او لا؟ موافق على اجابتك يا اروة؟ ايه ماشي قول لنا يا اروة المسألة اللي عندك كانت ايه؟ 3 على 4 ايوا زائد 1 على 3 زائد 1 على 3 قول لنا عملت ايه بقى؟ انا لقيت ان المقامات مش يعني لقيتها مختلفة اه كويس تمام؟ ام عشان كده اه هتراحه يعني هتجيب لهم المضاعف المشترك الاصغر ليه ايوا اللي هو كان بقى؟ اللي هو الـ 12 اللي 12 هو المضاعف المشترك الاصغر للـ 3 والـ 4 صح؟ قول لنا هتعمل ايه بقى بعد كده؟ اه هتجيبي كسر مكافئ للـ 3 على 4 ايه او قفتي فين بقى؟ هنا او قفتي عند اخر الخط او الشرطة اللي بتمثل 3 على 4 وانزلتي وهنزل لحد الـ 12 كويس قوي هيديني 9 على 12 9 على 12 كويس قوي يبقى الكسر المكافئ للـ 3 على 4 ومقامه 12 هو 9 على 12 9 على 12 ده كده اول كسر ماشي الكسر التاني همشي من عند الـ 3 اللي هو الـ 3 اه وهنزل لحد الـ 12 ها لحد الكسور اللي مقامتها 12 هم هنزلت عند الكم بقى؟ اديتني 4 على 12 كويس قوي كوي انت كده استخدمت حقق الكسور بشكل صحيح ايه قول لنا بقى عملت ايه في المسألة بعد كده؟ بقى كده ايوة جامعة الـ 9 على 12 ماشي زائد الـ 4 على 12 ايوة بتساوي بتساوي 13 على 12 ماشي بس ده تلع كسر غير حقيقي كسر غير حقيقي لان البسط بتاعه اكبر من الايه؟ من المقام من المقام؟ عملت ايه بقى عشان تحطيه في ابسط صورة؟ عملت الـ 12 على 12 بكام؟ بساوي واحد صحيح ماشي وتبقى لي واحد على 12 كويس جدا والناتج كله طلع واحد صحيح واحد على 12 برافو عيك يا عروة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان اشتركوا في القناة